بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نبر إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهيم سليمان فهمنا ويا موت لكمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب الله أحييكم أخواني وخواتي في دوانية آيات وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة الكريمة من مؤسسة آيات الوقفية هذه المؤسسة الجميلة اللي أنا زرتها توني بآخر زيارة لي للرياض عند الشيخ ناصر الإكتامي تبارك الرحمن شيء يتلج الصدر ويبرد القلب لما تشوف هذا الاهتمام بنجوم يعني اللي يصجعهما نجوم الأرض اللي هم أصحاب القرآن نحسبهم الله جهسيب هم اللي يحفظون كتاب الله عز وجل اللي يتلون كتاب الله عز وجل بأجمل التلاوات وما شاء الله صدحت يعني أصواتهم في أرجاء الأرض هذول يستحقون فعلا التكريم والإشادة أسأل الله جل جلاله أن يحشرنا جميعا مع سيد القرآن والمرسلين في الفلودوس الأعلى من الجنة أنا في هذه المساحة الافتراضية الجميلة حابة أذكر لكم يا جماعة الخير عن عظمة هذا القرآن الكريم شلون أن الله عز وجل سبحانه جل جلاله جعل في الترتيلة شفاء للقلب وراحة للروح وسعادة للإنسان والله العظيم ما يعني لو أسأل فلكم من الحين لأباتر عن بركة ورحمة هذا القرآن سبحان الله على الإنسان ما رح يعني أوفي قدرة ومش سبحان الله من الأشياء العجيبة يعني سبحان الله من أقراها أحس يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم قال هذا الحديث يعني ودي أن كل واحد يسمع الحديث هذا ويفتخر فيه يعني صاحب القرآن وصاحب من يعني اللي الله عز وجل أعطاه حسن التلاوة النبي صلى الله عليه وسلم شن يقول أول شيء يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أنا ما أسمعكم بس إن شاء الله أكيد قاعد صلهم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا يا جماعة ليس منا جعل شعار الإسلام التغني بالقرآن إن الإنسان يأخذ هذا القرآن بقلبه وروحه وصوته كله مع القرآن ترى شيء كبير شيء كبير وايد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم سمع قراءة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أتيت مزمارا من مزامر آلي داود وقال لأبو موسى قال لأ يا رسول الله لو علمت أنك خلفي لحبرته لك تحبيرا يعني كان زينت أكثر وأكثر كان زخرفت الصوت وخليت يعني تسمع شيء ما سمعت يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه قال له لا اتق الله أنت اللي قاعدت سوي هذا مو صح لا خلاص أنا بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره على فعله يوم قال له لحبرته لك تحبيرا لأنه يا جماعة الصوت الحسن يزيد القرآن حسن يعني أنت لما تسمع سبحان الله والله العظيم ساعات تسمع آية من قلب خاشع وصوت طيب أنك تقول لا إله إلا الله تني أول مرة أسمع هالآية تنة تنة أول حين نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم ترى ذكر مثل هذا المعنى قال من شاء أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد غضا طريا يعني جلنا قاعد تشوف أنت الحين الآية قاعد تنزل جدام اكتوها نازلة غضا طريا يا حالات القرآن يا حالات الإنسان اللي يتدبره ويقرأه يعيش معاه يلون في التلاتيل اللي موجودة فيه وهذا موضوعنا اللي أنا بتكلم عنه شوفوا يا جماعة الخير عشان تكونوا بالصورة الله عز وجل سبحان الله جعل آية من آياته في يعني اختلاف ألوان النغم والتلاتيل اللي موجودة الله عز وجل شون يقول ومن آياته اختلافه السينتيكم وألوانكم هذه الآية يعني في سورة الروم يعني عجيبة سبحان الله تبين لك أنه لكل قطر من أقطار الأرض لهم يعني مثل ما تقول حكاية مع لون الترتيل والنغم يعني مثال مثال احنا عندنا بالكويت الترتيل السائد اللي يحبونه يعني أهل الكويت خلنا نتكلم عنه شوي القديمين نزين يحبون ترتيل اللي فيه نهمة البحر اللي هما عاشوها يعني تعرفون تقابل الكويت كل بحر يطلعون بالبوم يطلع على يروح يعني يغوصون على اللولو وكذا فعندهم نهمة مالة البحر لذلك قراءة شيبان الكويت مختلفة عن شيبان نجد لأن هذولك أهل بر أهل بادية هنا أهل بحر فلهم طريقة في النغم يعني أعطيكم مثال مثال أنا حين بقراء لكم بقراءة شوفوا شون اختلاف لون الترتيل من قطر إلى قطر الحين ناخذ قراءة أهل الكويت القدامى الشيبان مثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أنت تسمع التلاوة هذه سبحان الله يعني تشعرك أن هذا اللي يقراها فعلا كان يعني متعلق في البحر ببيئة اللي هو كان فيها أذكر مرة في مسجد رافع بن عمر الغفاري يوم كنت إمامه في منطقة عندنا بالكويت اسمها مبارك الكبير فكنت أقرأ نفس هذا الترتيل وهو بال يعني يسمى يعني يسمى هكذا في علم النغم يسمى الحجاز يسمونه المدني لأن فيه شوية حزن وهو يعني يعني يقرأ في الكويت ويقرأ أيضا في العراق لأن العراق تعرفونني قريبا من الكويت فكنت أقرأ بنفس هذا الترتيل الآيات هذه من سورة الكهف إيش الآيات كانت أعود بالله مشتراجي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فبعد الصلاة يعني موقف سبحان الله عظيم جاني أحد الشيبان وكانت عيونه يعني غرقانة بالدموع والضمني ضمت الأب فقال يا ولدي أنت لو تصلي فينا بهالقراءة هذه أنا مستعد أني أصلي معاك لو تطول ما في مشكلة لأنه وكان يناشبني الله يذكره بالخير في قضية أن أنت تطول في الصلاة ومدر إيش يوم قرأت هذه القراءة لامست قلبه وهذا هي جماعة الخير كله لأنه سبحان الله اختلاف الترتيل يؤثر في نفس الإنسان اللي هو يعني يسمع من بيئته الآن إحنا سمعنا يعني شيء من التلاوة اللي قلنا لكم هذه في قطر الكويت ويمكن العراق نفس الشي عندهم هذا النغم والترتيل لو نروح أنت شيبان نجد ونسمع التلاوة النجدية العذبها الجميلة اللي هي خالية من التكلف قراءة الشيبان جميلة 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 مليانة يعني إحساس والصلاحة أنا أحبها أحبها يعني بشكل كبير جدا يعني لو ناخذ مثال على ذلك طبعا أنا مش متقنها يعني تعرفون يعني يعني أنا مو عايش في بيئة يعني يعني في البادية وكذا لكن نحاول إن شاء الله يعني نحاكيهم شلون يقلون شيبان نجد الله يحفظهم يطولوا بعمرهم على الطاعة تقريبا الذكرك بقراءة الشيخ محمد بن سبي لله يغفر له يا رب ويرحمه يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السباح مرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يعني تسمع في هذه التلاوة سبحان الله البساطة يعني الروحانية فيها عالية جدا عدم التكلف يعني صح أن مساحتها ضيقة ما فيها مثلا مزيد من الزخرة في الصوتية لكن والله يا جماعة دش القلب جميلة وأنا صراحة من محبين التلاوة النجدية يعني ما أخفيكم سر كنت يعني استمتع بسماعي يعني كثير من الله في اللوم الشيبان في بعض المقاطع اللي توجد في اليوتيوب حتى مع ضعف التجويد اللي موجود فيها لكن تدخل القلب سبحان الله وعلى فترة يا جماعة الخير سبحان الله القرآن إذا قرأ بقلب طيب قلب صافي قلب ما يحمل فيه يعني إلا كل خير وطهارة للمسلمين وعدم غل وإن كان الصوت ما يسعفه من جماله وما أوتي مثلا صوت يعني مثل ما نقول باهر لكن والله يدخل القلب يعني ما دري تتفقون معاي ولا لا من مشايخ اللي أنا أحب يعني قرأتهم بشكل كبير جدا الشيخ محمد أحد أمة الحرم للقدمة الشيخ سبحان الله الحين راح عن عن بالي الاسم والله أنا قراءته من أجمل ما يكون الشيخ بن صالح وعبدالعزيز قصدك أو لا؟ الله الله أي شيخ نبو علي الشيخ بن صالح أيش اسم الشيخ؟ عبدالعزيز بن صالح عبدالعزيز بن صالح رئيس محافظة المدينة المنورة يا الله وأم المسجد النبوي خمسين سنة لا إله الله نعم والله يا شيخ ناصر أنه يعني سبحان الله تلاوته تشلع قلبي أحبها أحبها قراءة خاشعة وفعلا ووفيها تكلف فعلا القضية القضية جماعة الخير مش قضية فقط أن الإنسان يؤتى صوت القضية فيما يتعلق في هذا القلب إذا كان طاهرا والله أنا يؤثر بشكل جميع يعني بشكل كبير جدا في تلاوته للقرآن طيب حنا حين تكلمنا عن تلاوة النجدية وتكلمنا عن تلاوة بعض اللي تكون في النهمة الكويتية أو هذا الموالي سمونا البحري في تلاوة يمتاز بها أهل مصر وتسمع أغلب قراء المصر الكبار الله يغفر لهم يا رب ويرحمهم يقرؤون بها يعني يفتتحون بها المحافل وهي قراءة يعني فاخرة جدا وراقية يعني إلى أبعد حد لو تسمع أنت أي محفل مصري يبتدأ بهذه التلاوة وللمعلومية ترى الشيخ ناصر الكطامي يقرأ بنفس هذا النغم والترتي اللي أنا حين بقوله بس الشيخ ناصر له شخصيته في هذا النغم والقراءة المصريين لهم شخصية في هذا النغم أو المقام مثال ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْزَارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقًا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ وَالْسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُوفِكُ هذه القراءة شوف هي مختلفة عن القراءة النجدية والقراءة قبل وشو اللي ذكرناها ومليانة سبحان الله شوف جلال وجمال شوفت شلون سبحان الله اختلاف التراتيل لكل يعني نغم وترتيل طابع وشخصية رائعة جميلة جداً طبعاً هذه التلاوة ليس رعتها شوي حنا قاعد نقرأ ببط ليس رعتها راح تلاحظ أن الشيخ محمد أيوب الله يغفر له يا رب ويرحمه يقرأ بنفس هذا النغم الشيخ ناصر الكضامي الله يحفظه الشيخ ياسر الدوسري الشيخ مارم عيقلي يقرؤون بنفس هذا النغم لكنهم لهم شخصية في هذا الترتيل وسبحان الله قلت لكم هذه من آيات الله عز وجل أنه اختلاف الألسنة والألوان وكيف يظهر هذا في ترتيل القرآن يعني نسرع القراءة شوي قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون دوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون شوفوا يعني هذا الطبعا الترتيل أنا يعني أعشقة أحبه وايد لأن الصراحة يعني من أفخم إن صح التعبير المقامات والنغمات اللي موجودة ليستطيع القارئ المتقن أن يقرأ بها وهذا يسمى في عند أهل النغم يسمونه البيات طيب يا جماعة الخير أنا لو بتكلم في أفرع البيات وكيف الإنسان ينتقل منه يعني لأنه واسع جدا مرحة أخلص بس بنتقل الآن إلى نغم آخر يمتاز بالحزن أحنا الحين تكلمنا عن أنغام أغلبها يعني يعني فيها جلال وجمال وروحانية لكن نبي شيء في حزن تعرفون الشافع رحمة الله عليه كان يقول ولا بأس بالقراءة بالألحان هذا الأثر في كتابها الأم يقول ولا بأس بالقراءة بالألحان وأحب إلي ما يقرأوا حذراً وتحزينا التحزين حلو يا جماعة طيب أنا عندي تساؤل شيخ أحمد إذا تسمحني فقط أنا أصبح عندي شوية لبس ما بين الفرق ما بين النغم أو المقامات يعني هل هم شيء واحد وأنا فاهم خطأ يعني ممكن توضح لي الجزئية هذه قبل أن ننتقل طيب طيب حبيبي هم المقام والترتيل والنغم كلهم بنفس المعنى يعني بس نحن نغير في الاصطلاح ممتاز من يسمع كلمة مقام يتكهرب لا هذا مقامات موسيقية نحن ما نعرف موسيقى ولا نعرف ولا شيء في الموسيقى عوذوا بالله نحن نتكلم يا جماعة الخير في التراتيل لكن العرف الاصطلاحي يسمونه مقام فقط اللي هو طريقة التلاوة وطريقة النغم اللي يعني نقرأ بها جد واضح طيب الآن نقرأ شيء في حزن طيب وهذه الأشياء مثلا يناسب إذا آيات فيها وعيد إذا آيات فيها زجر إذا آيات فيها موعظة يعني تقرأ بشيء من الحزن لكي يصل المعنى إلى الناس طيب نأخذ مثال الآيات العظيمة هذه من سورة الأعراف مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين نسأل الله العافية مثل هذه الآيات العظيمة وما يناسبها من اختيار الترتيل أو النغم شوف كيف يعني وصل المعنى لقلبك قبل قلوب الناس وقبل أسماءه وهذا من حسن اختيار الترتيل المناسب للآية اللي أنت تقرأها وهذا ما يجيك إلا لما أنت تكون متأمل ومتدبر لما أنت تقرأ وتعرف تفسير هذه الآيات وداش معها جو مثل ما نقول طيب كثير من الناس يستساءل ويقول لي أبو عبد العزيز إحنا يعجبنا قراءة الشيخ الحصري الله يرحمه برحمته أو المنشاوي المقاطع المنتشر ونشوف مكتوب جنبها نهاوند شنو هذا النهاوند؟ هذا يا جماعة الخير من أجمل ما سوف تسمع بحياتك من أنغام وتلاتيل النهاوند هذا يعني مطام أو ترتيل كل حنية ولطف وجمال وامتاز فيه الشيخ الله يغفر له يا رب ويرحمه برحمته الشيخ الحصري يعني في غالب ختمته يقرأ بهذا الترتيل الجميل وأيضا الشيخ مشاري العفاسي يقرأ بهذا الترتيل بشكل كبير جدا لكن الشيخ مشاري يقرأه بسرعة الشيخ الحصري يقرأه ببطء وتعرفون مراتب القراءة فيه ترتيل وفيه تدوير وفيه تحقيق الشيخ الحصري عادة ما يقرأ بالتحقيق فيه بطء الشيخ مصطفى اسماعيل الله يرحم روحه كان يقرأ بالنهاوند بشكل غير مسبوق يعني جاء بشيء غريب عجيب لها مدرسة خاصة بروحه في هذا النغم الجميل وأحيي فضيلة الشيخ فواز الكليب هو موجود أيضا ضمن الدوانية حيا الله شيخ فواز لو نعطي الشيخ فواز بس مايك أستاذ حسام يشرفنا والله أرسلت له الدعوة شرفنا شيخ فواز نورت المساحة الله يحفظك مساحة مساحتك هيا كلا أرسلت له الدعوة بس فقط لو يضغط على الصورة ويقبل الدعوة اللي أرسلتنا تفضل شيخ أحمد نعم النهاوند الله يحفظك لو نسمعه ما فيه إنسان ما يحبه اللي ما يحب النهاوند هذا فيه مشكلة يعني يعني ما يصير ما يصير مثال ذلك يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقبر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين هذه مثال للنهاوند لكن شوي ببطء لو حنا نسرع أيضا جميل يعني لها طابع أيضا يعني موسهل وحلو يقرأ فيه شيخ توفيق الصائغ كذلك وهو من التلاوات الحقيقة الجميلة لأنكم الآيات بسرعة شوية تصير المرتبة من الترتيل إلى التدوير ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين حتى يذكرك هذه الطريقة بالتلاوة بتلاوة الشيخ مشاري العفاسي لأنه قرأ بالنهاوند بشكل كبير جدا تفضل شيخ فواز السلام عليكم شيخ فواز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيا الله شيخ أحمد الله يحفظك يرعاك والله مستمتعين بحديثك الجميل الله يحفظك يرعاك حبيبي الله يزاك خير أنت أستاذنا وشيخنا الله يعزك يرفع مقامك في الدارين يزاك الله خير على الكلام الطيب والشرح المبسط اللي يبسط فيه الموضوع هذا اللي يعني يمكن في الأونة الأخيرة يعني كثر فيه الكلام أخذنا وعطائنا لكن ما شاء الله عليك بسطت وسهلتها عسى ربي إن شاء الله يستمت طريقة الجنة يا رب العالمين الله عمامي الله عمامي حبيبي الشيخ خلا يتزاك عنا خير اللي تزاوبوا ياك الله شيخ فواز في ديونية آيات نورتنا الله يحفظك الله يحفظك الله يرعاك يبارك الله يحفظك تسلم نورتنا الله يحفظك وبأي وقت ننتظر أيضا وجهات نظرك ومن علمك نستزيد إن شاء الله في كل الموضوع الله مستعى نحن ويا الشيخ أحمد في اللي يتفضل فيه يعني الشيخ أحمد يزاها الله خير تفضل وبسط الموضوع وحقيقة أنا إذا كانت لي مداخلة يسمح لي الشيخ أحمد فيها يمكنه ذكرها لما سألت الشيخ عن الفرق بين النغم والمقام وغيرها يعني انصح التعبير انصح التعبير المقام أنا أبسطة بمثال عشان بس يكون مربوط في الأفهام قالب الثلج اللي احنا نحطه اللي احنا نستخدم فيه الثلج هذا القالب أما في بعض أشكاله يكون مدور وأما في بعض أشكاله يكون مربع وفي بعض أشكاله يكون مستطيل ومثلف وهكذا المقام احنا نقدر نصف الألوان بأوصاف مميزة يعني نقول هذا لون أبيض هذا لون أخضر هذا لون أزرق الصوت كذلك له أوصاف طريقة الصوت والمقام ما هو يعني مرتبط فقط حصرا على الغناء انصح التعبير أو حتى على تلاوة القرآن ترى حتى في حديثنا هذا الكلام البسيط اللي احنا قام نتكلم فيه هذا فيه مقام لذلك خطيب الجمعة يستخدم نبرات صوت ويعلم من صوتها يخفض من صوتها فقط يعني يدرك المستمع مع المعنى الصوت وطريقة الأداء كذلك القارئ مثل ما تفضل الشيخ أحمد انه يبدي في البيات مثل ما قام هو من أفخم المقامات وأجمل المقامات شيخنا الشيخ مصطفى اسماعي رحمة الله عليه كانت وصيته وشيخ مصطفى يعني انصح التعبير هو إمام المقرئين من بعد أخذ منك الكثير خاصة في النغم كان يقول الشيخ مصطفى في وصيته انه اوصل قراء ان يجعلوا ثلث قراءتهم وتلاوتهم من البيات لان البيات شيء خطير وخاصة اللي عرف فيه تفاصيله مقام البيات انصح التعبير أنا أعبر في بعض الأمور المحسوسة حتى يعني يعلق في الذهم مثل الدوار الدوار الواحد لما يشف السيارة الدوار فيلقى أكثر من اتجاه يمكن على أربع شوار أو خمس شوار البيات تبارك الرحمن سهولة الانتقال منه إلى أي مقام ثاني وترجع له تجد فيه ما لا تجد فيه غيره فمثل ما تفضل شيخ أحمد البيات ملك المقامات قراءنا الكبر رحمة الله عليهم كان يبدون فيه ويختمون فيه والوسط هذا في التلاوة يكون على حسب المعنى إن كان فيه حزن إن كان فيه دعاء إن كان ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار الخطاب ما بين المؤمنين والكافرين وغير هذا هذا كله يعني في النهاية في النهاية المقصود يعني هذا عن المقامات المقصود أن نوصل المعنى بالصوت يصل المعنى بصورة أفضل وأجمل وإجزاكم الله خير أنا أصلا عندي تساؤل تسمح لي شيخ أحمد أنت مثلا قبل مداخلة الشيخ فواز ذكرت أكدت على جمال النهوان يعتبه من يعني مدحته بشكل رهيب والشيخ فواز تتكلم عن البيات هل الأمر هو ذائقة أم فيه شيء يعني فيه تصنيف مثلا نقول تصنيف علمي أو شيء لك والله هذا الأفضل أو هذا الأقل أو لكل مقام المقال يعني ما أدري كيف كيف الفرق يعني في الأفضل بوجهات النظر المختلفة فهمت سؤالي الشيخ أحمد نعم نعم حبيبي طبعا هي يعني عشان نكون بالصورة يا جماعة الخير أي واحد يقرأ القرآن بتجويد جميل ومخارج حلوة ويأتي بأحكام التجويد صح بأي مقام يقرأ ترى حلو يعني يعني الأمر ليس تكلفا وصعوبا إن يسر الله جل جلاله عليك وفتح عليك وتستطيع أن تأتي بهذه النغام والتراتيل بيسر من غير تكلف الحمد لله طيب في شيء قريب على قلبك أنا أخشع لما أقرأ هذا هو المقام المناسب لصوتك يعني يعني ماكو شيء اسمه هذا المثل المقام بس وأنا أقرأ واللي يقرأ غيري مو حلو لا لا يعني عفوا يعني عادي إنسان مثلا يخشع في التلاوة النجدية والآخر لا هذا أمر طبيعي طبيعي جدا 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 طبيعي نعم لها تأثير على الخشوع طب لكن معلش أنا أسف إذا أثقلت عليك لكن هل في مثلا تلاوة محددة أو مقام محدد الأغلب يدخل في جو الخشوع في مفهوم الخشوع شيخ أحمد يعني قثلا في مقام معين هذا غالبا الجميع يخشى أثناء السماء للقارئ أو للشيخ والله هما يعني هذا صعب أن نقول الجميع لكن الغالب فعلا فيه يعني ممكن البيات أجمع الناس على حبه فعلا يعني البيات وأفرعه هذا كل الناس تحبها حتى والله النهاواند حتى الكرت حتى القراءة النجدية حتى القراءة النجدية لها تفضل شيخ فواز تفضل هذا أمر يكون نسبي يعني مثل أني أنا مثلا يقول واحد نحن بمبسط يقول والله أنا دي شيء الحرم المكي أحد ثلاثة رايحين الحرم مع بعض وبالتراوح صلوا ثلاثة الأول خشع لي الإمام الأول الثاني يكون الثاني الثالث يكون الثالث هذا أمر نسبي على حسب هذا وين يقاس على حسب الإنسان وشنو سماعة ولهجتها والمكان اللي هو يعيش فيه يتأثر يعني كان في السابق لو أنا أعطيكم يعني شيخ أحمد ركز على النهاواند وأنا ترى حب مقام النهاواند بشكل كبير لكن أهم هذا يكون نسبي يعني في السابق أيام قراءنا الكبار لو لا أحضنا مثلا شيخ وصف إسماعيل المنشاوي الحصري البنة محمد رفعت شيخ الكل نراهم يقللون من النهاواند في ذاك الزمن نحن قلنا نتكلم على خمسين ستين سنة ما كان قراءنا يكثرون أكثر كبير خاصة لما في المحافل ما كان يكثرون من النهاواند كان يأتون به شيء بسيط مع لا جماله لكن كان منتشر عندهم مثل ما تفضل الشيخ بياط نحن الآن خاصة في منطقة الخليج الناس يحبون ويخشعون أكثر في النهاواند في الكرد الكرد يعني منتشر انتشار كبير في الخليج فسبحان الله يعني يكون نسبي نوعا ما وكل مقام له يعني أنا راح أزدمكم شيء أنا عرف واحد يعني صديقي وعزيزي وحبيبي يعرف الشيخ أحمد يعني حبه يعني خشوعه في الصبع وما يحب الله الصبع ما عندنا الصبع سبحان الله مقام حزن لكن لكن يكون أمر نسبي سبحان الله ملامس ملامس له أكثر ملامس له أكثر تفضل شيخ أحمد تفضل الله يرحم والديكم طيب يا جماعة الخير نرجع إلى محور حديثنا اللي احنا كنا عليه الله يحفظكم من أكثر الأشياء اللي الإنسان يعني يسمعها ويتلذذ بها قراءة أمة الحرم الله يجعل أعمالهم خالص لوجه الكريم ويجمعنا معهم مع سيد المرسلين لما تسمع الشيخ سديس وشريم الجوهني حذيفي صلاح البدير هذول كلهم يقرؤون بنغم مشترك اللي هو يسمونا عند أهل الفن يسمونا الرست هذا المقام جميل جدا ويعني احنا احنا مقلين فيه بالنسبة لنا بالكويت وحتى يعني المناطق القريبة من الكويت يعني الرياض الشرقية مقلين منه المدينة ومكة وصوب يعني الانحاء هذه ما شاء الله يقرؤون بهذا النغم مثال ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال يعني القراءة الحين لما تسمعها يذكرك بقراءة الشيخ عبدالله الجهني طبعا الشيخ سديس هما قريبا من هذا الأمر لكن الشيخ ما يعني مثلا يزخرف بشكل مثل الشيخ عبدالله الجهني قلنا لكل واحد شخصيت في القراءة لكن غالب التلاوة مشتركة نفس هذا النغم الجميل الراقي حقيقة شوفوا يعني سبحان الله قرأنا شيء في حزن شديد ونادى أصحاب الجنة والآن شيء آخر يعني سبحان الله يعطيك إحساس آخر وهذا سبحان الله من الاختلاف العجيب في النغمات طيب ما هو أشهر مقام أو ترتيل الآن منتشر بشكل مطبيعي يعني سبحان الله يعني الخليج كل ما أبالغ لك يقرأه بشكل يعني يعني الكل الكل الآن المنتشرين وكذا يقرأ بنفس هذا الترتيل يعني استهلك بشكل كبير وهو حقيقة مقام جميل جدا اللي هو اسم الكرد طبعا يعني من أشهر اللي قرأوا به الشيخ مشاري العفاسي مثال مثال ذلك أعوذ بالله من الشيطان الغجيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَى النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظِيمِ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ والصراحة يا جماعة ما ألوم الناس اللي يعني يعشقون ويحبون هذا النغم لأنه يعني مليان مليان إحساس وحزن وخشوع حلو حلو الصراحة لكن يعني لازم اللي يقرأه يعني يقرأه شوي بخشوع يعني يتأمل فعلا ما هو يقرأه عشان ما يكون بس يعني نغمه ويأتي به هكذا ما يشعر بالآية وهو يقرأ لأنه يعني قتلك هو مستهلك مستهلك جدا فإنت إذا ما تقرأه بكل أحاسيسك وبكل ما أوتيت من يعني روح ما ما رح يصل وسبحان الله يا جماعة الخير أنا أكرر هذه الكلمة كثيرا القرآن يحتاج قلب نظيف عشان يصل إلى القلوب قبل الأسماء وأنا أقول لكم القرآن 80% أو يمكن أكثر 80% قلب نظيف 20% صوت حلو كثير ما أنت تنظف قلبك وتخلص النية لله جل جلاله والتأمل وتدش جو مع الآية وأنت تعيش بنفسك أنت حرك أول شيء قلبك ما لك شغل بالناس اللي وراك ما لك شغل بالناس اللي يسمعونك هني رح يعني إن شاء الله بإذن الله يصل التلاوة إلى أسماء الناس وسبحان الله ورد أثر عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه قال ما خرج من القلب وقر القلب شنو معنات هذا الكلام يا جماعة الخير تخيل أنت الكلام الآدمي الإنسان العادي هو يتحكي ساعات تتكلم واحد تقولي أخي دش كلام قلبي وهو كلام آدمي تخيل أن الله جل جلاله كلامه إذا قرئ بقلب يعني زين ونظيف هذا يعني جلال الكلام وعظمته من قلب يخشى الله عز وجل شنو بيوصل يعني هذا يعني خرج من قلب صادق أكيد بيصل إلى القلوب نسأل الله جل جلاله من فضلها الكريم طيب أنا بس أبي أختم يعني الكلام عن اختلاف التلاتيل مع أنه ما خلصناهم لأنه ما راح نقدر نخلصهم يا جماعة الخير لأنه راح يأخذ منه وقت بايد فيه ترتيل مهبوم حقه ما يذكر يعني يعني خاصة في الآوينة الأخيرة يعني لا تكاد تسمعه من كتر ما هو يعني مات ما شاء الله الناس يعني يعني يقلون بالبيات والكرد والنهاوند والصبا والرست بس هذا النغم ما حد يدري عنه وانا الصراحة يعني هو أحل القصد أنه استهلك مثلا أو لا 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 جانزين مستهلك ما في عادي قرأ فيه آه أوكي يعني 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 ما أدري ليش مع أنه جميل ومليان يعني الصراحة أنا أحبه بس ما أدري ليش الناس يعني يعني راح وراح وقته هو يعني يقرأ في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المدينة يقرون فيه لكن بشخصية قتلكم أهل مدينة حتى مو اسمه الأصلي يعني يسمونه اسم آخر اللي هو اللي يسمى الترتيل أو المقام هذا يسمى بالسيكة أنا الصراحة حبه خلنا قرأ لكم إياه ما أدري عجبكم ولا لا تذكرون طلع البدرو علينا القديمة اللي احنا أطفال نقولها معروفة طبعا أكيد أيوة اللي كيف كيف يعني طالع البدرو علينا من ثانيات الوداع هذا النغم طبعا الشيخ سعد الغامدي الله يطول العمر على الطاعة يقرأ به يعني في ختمة المرتلة وأنا أستمتع حقيقة وأنا أستمع إلى الشيخ سعد ويقرأ بهذا الترتيل الجميل فنأخذ مثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا طبعا يعني هذا ما شاء الله تبارك الرحمن الله يفتحك الله أمين شيخنا الحبيب أزاكم الله خير أنا ودي يا شيخ أحمد سورة الضحى بقمسيكا صراحة طيب 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 بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأغنى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هذه يعني التلاوة بهذا الترتيل أنا مادي في الآوينة الأخيرة ما أسمع أن هناك قراء يقرؤون إلا نادر وأنا أولهم أنا ما أقرأ به الصراحة يعني شيخ أحمد هل هو مثلا صعب يعني تتوقعك إيش السبب يعني أكيد في سبب في ذهنك قد يكون صعب هل هو صعب مثلا أو لا 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 مو صعب هو عادي ما في أي صعوبة يعني أي واحد يكثر من سماع اللي آتاه الله عز وجل وصوات حسن أي مقام يسمع بكثرة يستطيع أن يأتي به إن شاء الله لكن الجمهور يصير يعني مثل ما تقول ضدك يعني لا أحد يعني يعني يعطيه قدرة يعني أذكر أنا مرة كنت أقرأ بهذا الترتيل في أحد الصلوات فالضغط من قبل الناس مؤثر حقيقة يعني إذا أميت الناس الناس تحب يعني إمامتك لهم حتى في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون راضين بإمامتك لهم فأكد مرة شوي علكت يعني على النغم هذا فجاني واحد قال لي يعني ترى حنا ما نخشع من هذه التلاوة يعني ليتك ترجع إلى تلاوتك العادية وهذه يعني كأنها تلاوة المصريين القدامى فهمتني ممكن يكون فيها فيها كده حدة شوي فتأثر على خشوع المصليين ممكن هذا هو السبب ممكن يكون يعني أنا لحظ الإشكالية الذوقية يعني يعني في ناس كان يقول ما شاء الله أنا أخشع بهذه التلاوة والبعض لكن قلت لك الغالب للأسف الغالب ما ما ينتبه لهذا الجمال يعني يبي خلاص شيء باله أنا أحب أسمعه خلاص ما يبي يتغير عليه طبعا يعني بس أنا أقول لك شغلة يعني إخواننا في المدينة النبوية يعني قراء عموم يعني المدينة النبوية مكة أهل الحجاز عموما عندهم لون جميل في هذا الترتيل السيكة يسمونه هزام يضيفون له يعني مثل زخرفة تعطيهم الطابع الحجازي يعني كيف مثلا مثلا أعوذ بالله من الشرط الرجيم سمع رب قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوس هم فيها خالدون هو هذا نفس النغم لكن كأن طبقة القرار فيها مسيطرة أكثر مثلاً ممكن يكون تفسير الموضوع صحيح في التغيير لا مهندسنا العزيز هو القضية هم أضافوا زخرفة إلى هذه التلاوة زيادة يعني هم يقرؤونها بالطريقة العادية أضافوا شيء شخصية لهم يعني لون الحجاز على هذا الترتيب يعني شيء يسمونه يسمونه سيكة بلون الحجاز بس هم طبعاً مسمى عندهم بنجكا أو هزام لهم اسم هكذا يعني وأيضاً استخدامه يعتبر يعني قليل في الفترة الحالية صح صح موجود قلت لك عند الحجازيين عند الحجازيين ما شاء الله تبارك الله موجودين طيب حبيبي أنا ما راح ما نقدر صراحة نكمل النغمات كلها لأن الموضوع طويل جداً فنأخذ أسئلة للجمهور الكريم لو نجاوب على ثلاثة سئلة على الأقل أكيد أنا بس عندي شيء على الخاص ممكن أطرح عليك وعندي أنا أيضاً تساؤل فقط سريع يعني الآن قبل لا تنتقل إلى آخر يعني مقام أو آخر طريقة في القراءة كان ذكرت 80% أن الكلام يكون من القلب أن العسان يكون خاشئ هل المعنى أن دائماً التأثير بالإحساس يعني مو بشقة أن يكون مرة صوتي حلو على أساس أن يكون قراءتي جميلة بقدر ما أن يكون أنا إحساسي في القراءة في خشوع في تدبر لآيات الله سبحانه وتعالى هذا ينت أكد عليها يعني من بعض يقول لك ودي أوصل إلى مرحلة الشيخ أحمد في أشخاص شباب عدوا طموح هذا يقول لك صوتي موهب جميل يعني فأيش توصل لهم شيخ أحمد هذا سؤال جداً مهم حقيقة أول شي يا جماعة الخير الصوت الحسن هي موهبة من الله عز وجل محظة محظة يعني أحمد مفيس وغيرة من القراء ليسوا هم أصحاب الفضل فيما أوتوا الله جل جلاله هو صعب الفضل وحده أنه رزق هذا الإنسان صوت حسن فهي موهبة من الله عز وجل يؤتي بها من يشاء من عباده مثل واحد أبيض مثل واحد طويل قصير هذا شيء من الله عز وجل طيب فشنو شيء يجمل تلاوتي شنو الشيء اللي يخلي تلاوتي مقبولة وحلوة وجميلة وفيها خشوع قضية أني أنا أتعلم التجويد بطريقة صحيحة أتعلم معاني المفردات أني أنا إذا قرأت القرآن أفهم إيش أنا قاعد أقرأ ما كنا مسبح ما عارف ولا شيء الشيء الثاني أني أطور من نفسي بسماع الكبار من القراء من المتقنين وأحاول أني أحاكيم ترى التقليد يا جماعة الخير بوابة الإبداع التقليد بوابة الإبداع تسمع أنت من القراء المتقنين وتحاكيهم وتسمع يعني تسمع الكبار الكبار يعني من كل بستان زهرة تأخذ راح هنا الذائقة السمعية ترتفع عندك وتغذية سمعية تصير عندك كبيرة جدا فتجي أنت تقرى الآية ما شاء الله تبارك رحمن الجيب فيها لون يعني جديد لأنه عندك تغذية سمعية واسعة وسمعت أنت ما شاء الله كثير من المتقنين فهذا أمر جدا مؤثر قلت لك أول شيء أن يكون قلبك صافي مخلص لله جل جلاله تتعلم حكام التجويد بشكل جيد تقرأ على المشايخ المتقنين وتسمع وتكثف يعني السماع بالتغذية السمعية للقراء الكبار عادة راح تكون قراءتك جميلة ومقبولة ورح تطور من نفسك بإذن الله في الأيام القادمة مسألة أن صوتك باهر وجميل وكذا هذه ترى من الله عز وجل يعني ما لها شغل واحد يدخل فيها نعم طيب لماذا يتبعون القراءة النجدية صعب عليهم أن يمدوا في القراءة بشكل سريع يعني هل هو هذا سؤال على الخاص بالنسبة للقراءة النجدية ليه ما يمدوا في قراءتهم بشكل سريع هل هو من القراءة نفسها أو فقط من القارئ ما يقدر عليها فواضح السؤال لا والله أنا ما أدري يعني بس عادة اللي يقرأ أي قراءة لازم يلتزم بإحكام التجويد حنا ما لنا شغل في النغم لازم يمد إذا كان فيه مد لازم يمد سواء يقرأ نجدي سواء يقرأ بتلاوة عراقية أي أن كان أي نغم يقرأ به لازم إذا كان فيه مد يمد إذا كان فيه غن يغن هذا ما لا يعني ما لا دخل في التلاوة نفسه وكيف التلاوة العراقية معك شيخ أحمد؟ والله يعني تعرف أنت العراق جارتنا فيعني طبيعي جدا أنه فيه حب حقيقة لتلاوة العراق ومليانة يعني قراءة العراق شجن وحزن وإحساس ومشاعر وأنا إنسان عاطفي يعني يحب هذه الأشياء فيه مجال أنك تعطينا مثال لها إذا سمحت يعني هم ترى هم مدارس مدارس العراق يعني ما رح خلص لو بتكلم عن القراءة العراقية لكن المشهور المشهور اللي أنا قرأه الناس تحبه خذنا أقرأ لك إياه تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ يعني هذا مثال لأحدى التلاوات العراقية ترجمة نانسي قنقر